في كلمة تقديمية لتقرير الهيئة السنوي الأول برسم سنة 2019 قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إن الهيئة انخرطت في إرصاء الدعامات القادرة على المساهمة الفعالة في الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد بما يعزز بناء الثقة وضمان الانخراط في إطار تحالف واسع تتوجه جهوده نحو إحداث تغيير عميق ومستدام التقرير السنوي الأول فيه ستادي الأقسام القسم الأول يدير تشخيص القسم الثاني يوضع الرؤية الشاملة للنموذج التنموي التي تقدمت به الهيئة كمساهمة في المجهود الوطني العام الأقسام الأخرى كتطرق المجموعة الأدام بينها ما قامت به الهيئة للأسس العمل لها وكذلك نعطيه ملخص في هذا التقرير للآراء والأبحاث التي قمنا بها ويأتي إصدار التقرير الذي يعد أول تقرير سنوي تنشره الهيئة ليشكل مرجعية توثق للإطار الشامل الذي تبنته الهيئة لأعداد أرضية نقلة نوعية نحو أفق جديد لمكافحة الفساد بالمملكة أفق مؤثر برؤية استراتيجية متكاملة تستمد أسوسها من المقتضيات الدستورية ذات الصلة وتتقوى باستثمار هادف للرصيد التراكمي المنجز في المجال اشتركوا في القناة